جمال بن محمد بن سليمان الكندي من ولاية نزوة مدينة العلم والتاريخ اهتم منذ صغره بجمع العملات القديمة لكن سرعان ما تطور هذا الاهتمام إلى جمع الوثائق والمخطوطات وكل ما يتعلق بها كانت بداية عام 1986 بداية فيه فقط جمع العملات النقود لم يكن يعني مثلا حاليا كما تشوف الحين المقتنيات المنحاسيات والتراثيات أبدا كان فقط النقود ثم بعد سنة التسعين بدأت فيه شوية فيه المخطوطات والوثائق وبعد التراثيات والأسلحة ولكن في فترة توقفت تقريبا ما يقارب من 10 إلى 12 سنة أو 15 سنة توقفت شبه عن الهواية والحمد لله الحين مستمر في الهواية وأيضا في البحث يواصل جمال هوايته المفضلة منذ صغره من خلال بحثه وجمعه للمقتنيات النادرة خصوصا ما يتعلق بتأريخ وتراث عمان العريق هنا عندنا من المسكوكات المميزة وهي المسكوكات الإسلامية التي ضربت بعمان طبعا أقدم القطع الموجودة عندي تعود إلى 290 هجري كتب عليها أحمد من هو أحمد هل هو أحمد بن حسين هل هو أحمد بن محمد مثل ما يذكر أنه أحمد بن محمد الصفاري أو أحمد بن هلال هو من بن وسامة هنا عندنا درهم أيضا 299 هذين القطعتين موجودة لنموذج يعني قطعتين فقط القطعة واحدة في متحف قطر الوطني ومتحف قطعة واحدة موجودة عندي بعضا أيضا قطعة لأحمد بن هلال إلى سنة 312 طبعا 312 هذي الوحيدة على مستوى العالم موجودة حاليا عندي يعني ربما يكون عنده شخص ولكن لم تذكر المحفوظة حاليا واحدة فقط هي 312 وهذه تصحح تاريخ تاريخ سيرة أحمد بن هلال من بن وسامة هنا عندنا الأسرة الوقيهية يوسف بن وقيه وأيضا عندنا محمد بن يوسف وإلى عمر بن يوسف بن وقيه هو آخر واحد هنا عندنا درهم نادر جدا ما يقول نادر جدا ولنما شديد وندرة وفريد وهذه ما أعتقد أنه موجود منه ثلاث قطع فقط وزارة التراث وأيضا أحد الأساتذة والمستشار السادة عبدالله بن جاسة من طير يملك أيضا قطعة والقطعة الثالثة توجد عندي طبعا ذكر ما فيها هذه القطعة عمر بن محمد وتحت نبهان طبعا من هو عمر بن محمد؟ الضرب هذا كان 358 أهمية هذه القطعة لأنها تصحح تاريخ عمر بن محمد هو الإيمام وعمر بن محمد بن مطرف الحداني وهذا الدرهم هو قرمطي يعني قيلما أن عمر بن محمد بن مطرف تم تنصيبه من قبل يعني تم تنصيبه أيام حرب القرامطة والتاريخ 358 وما يذكر في عمان أن 300 من 280 إلى 320 حكمه هذا غير صحيح لأن 300 من 280 كانوا بن سامة وأيضا كانوا الدولة الوقيهية طبعا هذه القطعة فريدة جدا أيضا عندنا من القطعة المهمة جدا عندنا درهم بن رسول للسلطان المظفر يوسف بن المنصور هذه القطعة الثانية القطعة الوحيدة التي كانت معروفة موجودة في الجمعية الأمريكية للنقود في نيويورك طبعا هذه القطعة الثانية وهذا الدرهم ضرب سنة 689 هجري بظفار بظفار ذكر عليه كلمة ظفار وهذه ثانية قطعة الحين تذكر والحمد لله رب العالمين على أن حصلت على هذه القطعة هنا عندنا قطعة مهمة جدا وإن كانت تتوفر كتب عليها روح من خلال المتابعة لهذه الشخصية روح هو طبعا هذا الفلس ضرب سنة 73 ومئة للهجرة بأفريقية أفريقية وين الحين؟ هي تونس المهم في هذا الفلس ذكر روح طبعا إذا قينا إلى عمان في القرن الثاني الهجري لم يسك أي دنانير أو دراهم تعود إلى القرن الثاني الهجري سوى فلسين الأول ضرب سنة 141 والثاني ضرب سنة 151 الأهم عندنا هو ضرب سنة 141 ما قاء فيه من المأثورات بسم الله ضرب هذا الفلس بصحار سنة 41 ومئة هنا أول مرة تذكر صحار في هذه القطعة من أهمية هذه القطعة طبعا للأسف أن هذه القطعة غير موجودة في عمان موجودة في أحد الجامعات الألمانية أيضا قائم على الظهر كتب عليه مما أمر به الأمير روح بن حاتم من هو روح بن حاتم طبعا للأسف نحن نذكر في عمان شخصية غير معروفة لم يتطرق إليها أحد من الباحثين من هو روح بن حاتم الحين روح بن حاتم هو أحد الأمراء الذين حكموا أفريقيا بعد وفاة أخيه يزيد سنة 170 هجري وهنا عندنا قطعة ليزيد يزيد ابن حاتم من هو يزيد ابن حاتم ومن هو روح بن حاتم الذي جاء ذكره في فلس صحار طبعا روح بن حاتم هو روح بن حاتم ابن قبيسة ابن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي طبعا الشخصية شخصية عمانية وليست كما يذكرها بعضهم أن الشخصية تعود لأحد الأقاليم هذه روح بن حاتم هو شخصية عمانية للأسف هنا في عمان تذكر أنها شخصية غير معروفة ولم يتطرق إليها أحد من الباحثين ولكن حسب الكتابات كتبه ابن الأثير أن روح بن حاتم كان واليا على السنت وتم عزله من قبل الرشيد وسيره إلى أفريقيا وتوفي في أفريقيا ودفن بالقيروان بقبل أخيه يزيد طبعا إذا قلنا من هو المهلب طبعا هذه الأسرة ما زالت إلى يومنا هذا لها دورها في عمان في من؟ طبعا في حضرة صاحب الجلالة لأن صاحب الجلالة يعود نسبه إلى المهلب ابن أبي صفرة إلا هو المكنيته أبا سعيد يلقب أبا سعيد طبعا هما البو سعيدي وهو الآن يمتلك متحفه الخاص في المنزل الذي يحول كثير من المقتنيات النحاسية والفخارية والحجرية والحلي الفضية أيضا ما عندنا النحاس ولا ننسى أن النحاس يعود في عمان يعني من فترة حضارة ما يسمى مقان حضارة مقان اللي يطلق عليه السومريين كما يشارك في المعارض المتنقلة ويطلق على معرضه المشارك بيت قرش نسبة للبيت الذي ولد فيه بحارة ردة الكنود بولاية نزوة طبعا سميت المعرض مالي أو المتحف مالي سميته بيت قرش وهذا تيمنا ببيت قدي محمد بن سليمان الكندي طبعا أنا ولدت أيضا في بيت قرش ومن هناك انطلقتي إلى حب للتراثيات والأثار وأيضا دراستها ليس فقط الاقتناء وإنما أيضا دراستها ويعني أهم حاجة في الهواية ليس فقط الاقتناء وإنما أيضا إعطاء المعلومات الصحيحة والدقيقة لكل قطعة يعني البعض منهم يقمع بهذه القطعة وللأسف يعطيها معلومات مغلطة وحين حاول الحمد لله بالعالمين يعني مستمرين في تعريف القطعة بالتاريقة الصحيحة وتاريخيا من ناحية التاريخ من ناحية المعلومات الصحيحة والدقيقة لا يزال جمال يواصل بحثه وجمعه للمقتنيات النادرة ويسعى بأن يحقق حلم امتلاكه لمتحفه الخاص ليستطيع من خلاله عرض جميع مقتنياته وإكمال رسالته في نشر تاريخي وثقافتي وتراث عمان هنا مقرأة تصحيح لإسم هذا السيف للأسف إنه يطلق عليه سيف يماني وهو ليس يماني وأيضا يطلق عليه سيف اليعاربة وهو كان موجود هذا التراث قبل اليعاربة قبل دولة اليعاربة ويطلق عليه أيضا سيف البرتغاليين وهذا كالسيف موجود قبل الاستعمار البرتغالي لسواحي العمان هذا السيف هو من الطراز الإسلامي الأول ويصنع وهو سيف عماني أصيل تمت صناعته من بداية صدر الإسلام حتى توقف تقريبا قبل 300 سنة فقط ليدخل عندنا السيف اللي هو معروف عندنا ما تسمى بالكتارة أو السيف اللي هو بدون واقع اليد هذا هو السيف العماني الأصيل هذا الشكل هذا السيوف العمانية الأصيلة طبعا هذا السيف غير يماني هو سيف عماني 100% كتب عليه هنا على القايم نصر من الله وفتح قريب الآية طبعا معظم السيوف في هذه الآيات اللي هي نصر من الله وفتح قريب وأيضا إن فتحنا لك فتحا مبينا اشتركوا في القناة